يوم نتكلم عن الفخامة يعني مجمع أكتورس شقةنا اليوم فهذا المجمع شقة فخمة جدا وراقية خلوكم معنا المجمع عبارة عن 6 أبراج سكنية بها 540 وحدة سكنية بها خدمات راقية جدا منها النوافير الشلالات المسبح المغلق بالإضافة إلى صالة الفتنس وما ننسى أيضا المسطحات الخضرة وبوابة الكترونية خدمة 24 ساعة لمدار الأسبوع وعندنا مواقف مغلقة تحت الأبراج بالإضافة إلى الخدمات المحيطة بالمجمع تحت المجمع موجودة عندنا خدمات كثيرة من سوبر ماركتات ومطاعم بالإضافة إلى الكافيهات وما ننسى أيضا الجامع بالقرب من الموقع تعالوا مع بعض نشوف شقدنا لهذا اليوم طلالتها وديكوراتها ومساحتها خلوكم معنا رح نبدأ شرحنا للشقة لهذا اليوم في منطقة السفرة لو تلاحظوا ديكورات جدا فخمة وجدا راقية يعني صاحب الشقة هذا ما شاء الله تبارك الله غير تغيير جذري للشقة في مجمع أكتورس لو تلاحظوا أن منطقة السفرة مفتوحة على المطبخ عندنا نطق من السفرة والمطبخ وعندنا الجلسة نبدأ شرح المطبخ جزءا جزءا شوفوا ما شاء الله تبارك الله الأجهزة الكهربائية اللي حطها ماركة بوش تعتبر الماركة هذه من أفخم الماركات اللي موجودة في تركيا منسق دواليب المطبخ بهذا الشكل حط برد هنا ألوان راقية جدا لو تلاحظوا الرخام اللي موجود في المطبخ كمان نوعية يعني أقدر أقول عنها أنها درجة أولى الفرن الكهربائي الشفاط يعني منطقة الجزيرة هذه ربة البيت تعتبر شيء ثاني لها نجي هنا منطقة اللي هو طاولة السفرة طاقم سفرة مميز جدا وألوان يعني متناسقة يعني جاي اللون الرصاصي مع الأسود بشكل جمالي رائع جدا طلالة منطقة السفرة جاي طلالة البحر لو تلاحظوا الديكورات الإنارات بالإضافة إلى الديكورات السقفية والاسفوتليتات يعني شيء راقي جدا ما ننسى أيضا أنه عندنا طاقم كلب هنا على شكل ال وهذا شيء مدي شكل جمالي أيضا والشيء الأفضل والمميز أيضا أنه لو تلاحظوا أنه اللون الأورنجي جاء معطي يعني شيء نقدر نقول أنه نكسر اللون الرصاصي مع الأبيض دخلنا الأورنجي فيها بلبسات جدا حلوة أنتو دخل لو تلاحظوا أنه هذا الشيء مورك جدران دخل صارت الموضة أو زي ما بيقولوا اللاجا كوتي الهبة بويا يعني جاي بشكل جمالي جدا نقدر نختار للشكل هذا في عندنا مهندسين ديكور متميزين في شيء هذا الرسم اللي نبغاها ونحتاجها أو نرتبها نقدر نسويها في شقتنا أو في بيتنا وعندنا أيضا هنا الجهاز الخاص الجهاز التحكم بالتدفئة العامة للشقة يعني التدفئة في الشقة هنا ككل تدفئة أرضية شكل طولت عليكم في المنطقة هذه نكمل تفاصيل باقي الشقة ما ننسى أيضا أنه لو تلاحظوا في الشبابيك حطين يعني شيء جميل اللي هو حماية الأطفال بشكل رائع جدا لأنه لو فكينا الشباب كمان أنه يكون حماية للأطفال وعندنا الديكور اللي هو على المدخل كمان هذا شيء رائع المدخل الشقة من هنا دخولية الشقة من هنا ويسارا عندنا دواليب خاصة بالأحذية والعبيات جاي من السكف للأرض منطقة الكوريدور توزيع الغرف يسارا الصالة وعندنا هنا المدخل أيضا واجهة كاملة هنا جاية مراية شيء رائع جدا تعالوا نشوف الصالة مع بعض حتى لو تلاحظوا هنا حط صاحب البيت ديكور رائع جدا كنب على شكل ال وأيضا الجدار اللي انت شايفينه هذا برضو زي ما قلت أنه بويا يعني صبغ مش ورق جدران لو تلاحظوا أيضا الواجهة الصالة جاية واجهة زجاجية بالكامل الواحد هو قاعد بيشوف منظر البحر بشكل رائع ما ننسى أيضا أنه الشقة إجمالا ستايرها جاية بنظام كهربائي يعمل عن طريق الريموت كنترول شيء رائع جدا نجي على منطقة اللي هو تي في يونتا اللي هو وحدة التلفزيون دولاب كامل جاي جدار كامل منطقة وحدة التلفزيون اللي هو نقدر على يونت تي في في مخرج للبلكونة من طرف الصالة البلكونة هذي مشتركة بين غرفة وهذه الصالة زي العادة زجاج دبل قلاس مركبين فيها مانعة للصوت وللبرودة والحرارة وأيضا إذا فتحنا الزجاج هذا حاطين شبك حماية للأطفال بالإضافة إلى طقم السفرة الرائع هذا أيضا موجود في منطقة البلكونة مساحة البلكونة جاي تقريبا مترين في ثلاثة متار مساحة جيدة وممتازة نكمل تفاصيل الشقة الرائعة نطلع من الصالة نشوف ما موجود قدامنا ما بشرح في الشقة هذه أكون ممكن معطي أقل من حقه شقة رائعة بالفعل وتشطيبات جدا روعة عندنا هنا على اليمين منطقة خاصة بالغسيل حاطين جزء لغسالة الملابس وعندنا دواليب صغيرة أرفف وعندنا أرفف صغيرة هنا يعني تنسيق وديكور جدا رائع حتى لو تلاحظوا منطقة الكوريدور حاطين هنا أماكن لديكورات جدا جميلة وراقية نجي هنا على دورة المياه الرئيسية دورة المياه الرئيسية شوفوا جمالية المكان قطعتين من المخسلة ديكورات رائع جدا عندنا المروش في الداخل يعني مهتمين بأدق التفاصيل حتى في انتقاء الأدوات الصحية اللي مركبينها في دورات المياه نجي هنا على الغرفة النوم رقم واحد غرفة النوم رقم واحد هذه اللي قلت لكم عليها انها مشتركة بين الصالة وهذه الغرفة حطين فيه سرير مزوج ودولاب وعندنا هنا التسريحة جميل نقدر نخلي زي ما هو إذا عندنا عدد أفراد الأسر أكثر نقدر نستغلها بسريرين فردية المنطقة هذه منطقة الأطفال أو غرفة الأطفال حطين فيه سريرين للأطفال ومنسقة بطريقة جدا حلوة عجبتني غرفة الأطفال حتى لو تلاحظوا أصرتها جاية لزيزة نجي هنا على المكان الجميل اللي هو مكان الراحة والاسترخاء اللي هو مكان النوم غرفة النوم الرئيسية لو تلاحظوا بس اتفرجوا على الديكورات الفخمة اللي مسويها صاحب البيت منسقة راس السرير كلفته تقريبا مبلغ جدا عالي في ديكور البيت هذا منسقة هنا برضو نسوي التلفزيون كيرف ديكورات سخفية رائقية ومكيفات موجودة وما ننسى أيضا تعالوا نشوف غرفة الدريسينج روم دواليب زجاجية رائع جدا يعني جاي الجهة هذه جهة اليمين وجهة اليسار دواليب زجاجية من السقف إلى الأرض ومنها إلى دورة المياه الرئيسي التابعة لغرفة النوم الرئيسية لاحظوا الأدوات الصحية اللي منتقة من صاحب الشقة يعني شيء ولا أروع غرفة النوم الرئيسية لها بلكونة صغيرة أطلالتها جاي أطلالة أطلالة جانبية على المجمع الخلفي وعلى منطقة المزرعة يعني شقة بمعنى الكلمة رائعة جدا أرجوكم الفيديو نال على أعجابكم في نهاية الفيديو أرجوكم بحتوى أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات التفاصيل تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا تنسوا تابعت آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة